اشهد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون شباب بدعم جلالة الملك المفدى رئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واهتمام جلالته بالعمل الخيري والإنساني داخل وخارج مملكة البحرين ومد يد العوني للمحتاجين والمنكوبين وثمن سموه دعم الحكومة الموقرة بقيادة سمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء كما عرب سموه عن تقديره للإدارة التنفيذية وجميع موظفي المؤسسة الخيرية الملكية الذين أدوا دورا مميزا في خدمة الأيتام والأرامل والمحتاجين داخل وخارج مملكة البحرين مشيدا بمساهمة وعطاء الشعب البحريني الكريم في الأعمال الخيرية والإنسانية التي تنفذها المؤسسة جاء ذلك بمناسبة فوز المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي في دورتها الثانية 2019-2020 والتي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية تحت شعار نحو مستقبل أفضل للعمل الخيري المؤسسي في الوطن العربي وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذا الإنجاز الكبير يعكس رعاية جلالة الملك المفدى بالعمل الخيري والإنساني وتحديدا رعاية الأرامل والأيتام داخل مملكة البحرين وتقديم مختلف الخدمات والرعايات لهم بأسلوب مهني شامل كما يعكس حجم الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها مملكة البحرين لمختلف الشعوب الذين يعانون من آلام الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية فمملكة البحرين حارصت على أن تكون سباقة في مد يد العوني وأن تشمل الجهود البحرينية إقامة العديد من المشاريع التنموية التي تسهم في توفير رعاية وبناء الإنسان اشتركوا في القناة